اشتركوا في القناة تخالفوا ودار ما بينهم هوشة لسببا معين وتمت القطاعة ما بينهم أربع سنوات اتعلمني واحدة من الخوات تقول أنا في منطقة وهي في منطقة بس في نفس الديرة تقول لا أتصل بها ولا هي تتصل بي ولا تسمع عن أخباري تقول ما وعيت اللي صديقتي متصلة فيني فلاني ما داريتاي ترى بنتخدش عرسها لسبوع الياي تقول ما سمعت اسم أختي اللي قلبي نجلع من مكاني وأنا في دوانة فكري مشغول وقلبي محزون وعيوني تدمع ولا بقارفة ش اللي خبصني بس من سمعت اسم أختي كان يوم العرس أقول حق بناتي تزبرا وتكشخوا إحنا بنروح عرس من خالاتكم كنت قد حق بعيالي وصلنا وفارق ساعة ونصبين منطقتي ومنطقتها كلي ينيتاي يامو فلون شي وديك ليلة العرس فرضي اللي أخدش تجاهلتاش هاوشتاش أقلطت عليك أوحقرتاش مالك سالفة جدام الناس تحرجين نفسك انتي نطري اللي يكمل عرس بنتها روح البيت لها وعلى الأقل اللي بيصير ما بينكم الله ساتر عليكم تحت سقاف واحد بين الناس حاول يرددني ما قدر حاول يخليني أنفل عن قراري ما أنفلت قلت له شوف هذي قراري وآنا تحمل نتيجته وحلو على قلبي قول على كيف اشتعبين با وديك تقول وداني يوم وصلنا عند الفندق إلا بعيالي ما تحرك ورا ما تحركت قول له خاف الطرديج على أقل با راجعج قلت له فالك ما قبلنا أختي ولا بتطردني ولا شي إلا روح وتعوذ من بليس تقول تابين الصيج ما وصلت باب الفندق إلا شفت إن الخطوة اللي سويتها واي جريئة وما في داعي لها لكن حبي حق إختي خلاني أتجرأ وأسوي هالخطوة برغم كل نتائجها قلت حق بناتي أنتو جادموا شوية قبلي وأنا بحاول أتأخر علشان أتشوف ردة فعل خالتكم تقول ده شو بناتي تسلموا عليها تقول اللفات حياداتها وتلمنم وتحبب فيهم وتقول حي الله إعيال العزيزة القالي أخويتي تقول قيث المطر كله نزل على قلبي تقول ما كنت إني موجودة في الدنيا تقول وآدخل عليها تقول أهوة الأمم أهوة أحبب اتشممني تقول لي شميت ريحة أمي أمتي فيك ريحة الجنة كل هالناس كوم ودخلتك علي أنت بكوم الأرس اليوم عندي أرسين أرس بناتي وأرس دخلتك عليها تقولوا تصافينا وتعاتبنا وما حد فينا القلطان تقولوا عرفت أن هالأربع سنين لول علاقة انتهت بالشكل ما انتهت من قلبي ونفس مكانتها موجودة وما تقيرت عندي أيا على الأخوان والخوات الأخوان والخوات علاقة حب وحده ومتقسم عليهم دم يجري في الشرايين وأروق القلب علاقة عمر وأشرة وأيام وسنين متقسم عليهم ما هي موقف في الدنيا ويقطع هالترابط القوي ممكن يهزه ممكن يضعفه لكنه ما يقطعه خاصة أننا احنا مترابين في هالترابط الآائلي وبعلمكم القصة داي اللي صارت في ديرتي أخت وأخو قلوبهم على بعض عرسة ويابا وعيال والأخو بخير والبنت ما هي بخير وحالها جميم لكن الأخو ما هم قصر عن أخويته يعتبرها مثل ابنيته ويداريها ومحافظ عليها وما يقصر عنها وعن عيالها لكن من وقف لهم اللي كاننا في الوسط مرت الأخو هي اللي وقفت لهم إلا أختك تب تستقلك إلا أختك تب تاخذ خيرك إلا أختك ما يهمها إلا مصلحتها إلا عيال أختك ما يحبون عيالك إلا عيال أختك ما يحترمونهم وتمت على هالمنوال ليه ما يابت الأخو صوبها ان بدال ما كان يزورها يوميا يزورها مرة في الشهر كنا تقول يا يسجل حضور ان بدال ما يعطيها مثل ما قبل وقف كل عطيته عنه وعن عيالها وهي محتاجة لكن الأخات تقول تقيرت علاقتها بأخوها أبدا لأنها علاقة دام وعلاقة حاب ولا هزها زوايد الدنيا ذي كلها ما وقفت تسأل عنه ودائماً يا أخوة باطيتك مايت إن شاء الله أختي مشغول أقو بسبوع أقو بشهر وهي تلاحقها في التليفون تسأل عن عياله واحد واحد يا حبايبي تعالوا شوفوا عمتكم عدوا لحت عليكم واحدية وثلاثة ماية وحلو على قلبها ولا أقطع توصلها برقب أن الأخو تقير عليها والشنة بنت ناس ما لهم حق عليها إن يات حياها الله وإن ما يات في حفظ الله ورعايته يا يوم من الأيام وضاقت الوسيعة على الأخو وتعرض حق مشكلة عودة ما أمرته وين رد الراس ما يبيح حد يدريبة هذي أسرار خاصة وسات الرب العباد رد الراس حق أخويته وافتحت لقلبها قبل لا تفتح لالبوب وشكه وتحنده وتحلطه مقول مربيه وبوفصلها كان حين حزت موقف الأخة تنتقم من مرت أخوها وتقول لازين سويت فيها وهي مبزينة وفعايلها تثبت عليها لكن نحبها حققوها أقوى ومصطحة أخوها أقوى من ذي كله قتلقى فعليك يا أخوي أنت مقهور ومستحمق وما تطلع منك العيبة خلك في بيتي واستريح وأنا أتدخل في القضية وما لك اللطيبة الخاطر وما أرضى عليك بالقصران ما قالت أخوي جفاني ما قالت أخوي تقير عليه ما قالت أخوي وقف خيرة علي وأنا محتاجة قالت أخوي وما صلحت فوق أي اعتبار وحبه ما يهز أي شي شفتوا الخوات والأخوان الخوات والأخوان أعلاج من هموم الدنيا الخوات والأخوان عزوة وقوة وسند وزينة وتزين فيه في الفرح وتباهى بأخواني وتسند عليهم وقت المواقف ووقت الضيج الأخوان والخوات نعمة من رب العباد هدية الله عطاني إياها مكسب في الدنيا ليش أنا أخسرهم على فلوس أو على موقف أو على تشلمة قاصرة أو على تشنة قيورة أو نسيب أناني أو على أي سبب من أسباب الدنيا وأهمى نعمة من رب العباد أنا ترى ما أنكر أن فيه ناس قطاعتها بينه وبين أخوانها بالعشرات السنين والسبب قوي لكن هل فكرني أقفر زلة أخوي وجورة وظلمة لأنه هو مهم في حياتي؟ هل فكرت أتقاضة عن زلة أخويتي لأنه ما تكمل السعادة إلا بوجودها؟ ليش أنا أضعف هالترابط العائلي وآمنع روحي إنه أستمتع فيه على شيء زايل على شيء ما رد بينتهي ولا مهم في الدنيا مثل الأخو والأخات هالدم اللي يجري في قلبي يجري معاه يحس فيني من قير ما تحجش يهم حزني وهم فرحة هذه الأخوان والخوات عضيدي صلاح يقول الله يسلمه الخوات أمهات وصدق الخوات أمهات يملكون نفس إحساس الأم ويخافون على أخوانهم مثل ما الأم تخاف على عيالها وأنا أقول حق أخوي صلاح وأقول لكم ترى الأخوان أبهات وما يتخيرون في إحساسهم عن إحساس الأبهات في الختام ربي يحفظ لي عضيدي صلاح وعبد الرحمن اللي الله عطاني إياهم هدية واللي هما أبهاتي ما هم أخواني ويحفظ لي إخويتي خلود اللي الله عطاني إياها هدية وعوضني إبهة وما تكتمل سعادتي إلا بوجودها في حياتي في الختام ربي يحفظ لي أخوانكم وإخواتكم لا تفرضون في هالعلاقة القوية اللي ما تنتهي بأي موقف في الدنيا واستودعتكم اللي خلقكم واحدا أحد عيونه ما تنام موسيقى